إذا استطاع بزيشكيان تنفيذ ما يتعلق في خطته الرئاسية بالانفتاح على الغرب كيف سيتعامل مع اليمين الأوروبي؟ اليمين الأوروبي أصبح معضلة الأوروبيين نفسهم قبل أن يكون معضلة لإيران لأن الأوضاع في الداخل ماذا لو حدث ونجح باردلة أو فيكتور أوربان أو غيره من القوى السياسية القبرى في الضغط على الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خاصة أنه غدا هو جولة الإعادة بالنسبة لفرنسا وماذا إذا نجح باردلة في الحصول على الأغلبية المطلقة وكان من حقه تشكيل هذه الحكومة وأصبح رئيسا لوزراء فرنسا ده اندل على شيء هيدل على صراع ما بين السلطات داخل فرنسا بشكل كبير جدا ويؤثر بشكل قاطع على الدولة الفرنسية في ظل أن هناك صخط كبير جدا على الرئيس الفرنسي أنا بدي مثال للانتخابات الفرنسية باعتبارها هي الحدث الجلل الآن والحدث الصعب على خاصة أن من المفترض أن يستمر ماقرون في رئاسة فرنسا لـ 2027 وستكون هناك حكومة يمينية متطرفة ستكون الشوكة في ظهر ماقرون والرئاسة الفرنسية وده يؤدي قولا واحدا إلى الكثير من المشكلات خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أصدرت بشكل كبير جدا على أوروبا لأن في أكتر من 7.9 مليون لاجئ أوكراني داخل أوروبا في الكثير من المواقف الغير منساجمة في الأهداف الأوروبية الواضحة لكيفية تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي كل دولة الآن أصبحت النزعة هي نزعة قومية يعني إخوان إيطاليا وجورج ياملوني قالت بالحرف الواحد أن إيطاليا أولا ولولا أنها تحصل على الكثير من الامتيازات الكبيرة جدا من الاتحاد الأوروبي كانت قد انفصلت عن وكان هناك رغبات متزايدة ولكن هي تراجعت بعد ذلك بشكل واضح في هذه السياسات لأن هناك اتصالات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على الكثير من المزايا أيضا في المجر عندما يهضب الأوروبيين بهذا الشات لنتيجة هذه الزيارة ده دليل قطع على عدم قدرة الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة لتوقيع عقوبات اقتصادية على روسيا لأنه لن يكون هناك إجماع أوروبي على هذه العقوبات باعتبار أيضا أن أوروبا كانت تعيش رفاهياتها بشكل عام على الغاز الروسي الرخيص كانت بتحصل على الغاز الروسي بأزهد الأسمان والآن تحصل عليه نتحدث عن أربع أضعاف سعره من الولايات المتحدة الأمريكية وده أدى بشكل كبير إلى زيادة في حجم التضخم أزمة اقتصادية غير عادية زيادة أسعار الطاقة الكثير من الأزمات المركبة في الداخل نتيجة أن هناك حالة من الانقسام الحادة بين اللاجئين والمهاجرين لزادوا عددهم بشكل كبير جدا في داخل هذه الدول وبين أصحاب الدولة الرئيسية أو المواطنين في كل من هذه الدول وده بدأت هذه النزعة تتزايد بشكل كبير في الداخل مما جعل أنه ليس هناك توجه من قبل الناخب الأوروبي إلا التوجه إلى اليمين المتطرف اللي هو بيسعى وبكل قوة إلى استغلال هذه القضية لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة من خلال أنه يقول في شكل واضح أنه يرغب في تفكيك ما يخص اللاجئين وما يخص المهاجرين شكرا